موسيقى وزارة الزراعة تؤكد سعيد دارو دولة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وتحقيق الاكتفاق الذاتي من السلع الاساسية موسيقى الادارة الامريكية تبلغ عاملين لديها بغلاق وشيك من شأنه تعط الملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين موسيقى أسعار النفط ارتفع خلال التعاملات وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم الطلب خلال عطلة صينية وشح الامدادات الامريكية موسيقى موسيقى نشرة الاقتصادية المفصلة تأتيكم على الشاشتيني الأهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الزراء ما تم تداوله من صور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الخمسين جنيا من جهته شدد البنك المركزي المصري أن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك معضحا أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي أكادت وزارة الزراع أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وأشارت الوزارة إلى أن الدولة نجحت في توفير السلع للمواطنين برغم المتغيرات التي يشهدها السوق العالمي مشادة على أن الاكتفاء الذاتي يعد قضية أمن قومي وتوفير الغذاء أمر تسعى أغلب الدول إليه تابع وزير الإسكان عاصم الجزار مع رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة والتي تضم 86 عمارة بها 2464 وحدة سكنية وأكد الجزار أن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين على قائمة أولويات المشروع التي تتم متابعتها بالصفة منتظمة وأشار وزير الإسكان أن تلك المبادرة توفر وحدات سكنية لمختلف الشرائح من مجتمعات سكنية وحضرية مخططة كما أنها ستسهم في توفير مئات الألاف من فرص العمل وإحداث تعاشة اقتصادية وفق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح المغرب قردا بقيمة 1.3 مليار دولار عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية وذلك المساعدة في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ تأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب لاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي التاسع والخامس عشر من أكتوبر اقترح البنك الدولي خطوات من شأنها زيادة الإقراض الدول النامية بمقدار 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات وذلك في إطار عملية إصلاح مستمرة تهدف إلى مساعدة البنك على توسيع مهمته لتشمل تغير المناخ يأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى تدابير يجري تنفيذها بالفعل من شأنها زيادة إقراض البنك الدولي للدول النامية بما يصل إلى 50 مليار دولار باشرت الإدارة الأمريكية إبلاغ العاملين لديها باغلاق وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم معقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل كونجرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية وحذرت وزارة الصحة موظفيها من أن الأفراد المبلغين مسبقا سيخضعون معقتا لبطالة فنية وسيتعين عليهم بالتالي لانتظار حتى نهاية الإغلاق لتلقي رواتبهم بأثر رجعي من جهتها قالت وزارة الدفاع أن الجنود سيوصلون العمل بلا أجر على أن يكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطاقة ومن شأن الأغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل أن يؤدي إلى الاستغناء مؤقتا عن مئات آلاف الموظفين الفيدراليين ما يقلص بالتالي مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية كما يعني ذلك انقطاع الدفعات التي يحصل عليها الأشخاص الذين يعتمدون على الإعنات وطبع أعمليات تشغيل المطارات ساعات تفصل الولايات المتحدة عن أزمة لوح في الأفق عنوانها الإغلاق الحكومية إغلاق دفع مجرس الشيوخ الأمريكي لوضع مساودة مقترح للموازنة لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة بينما ينفذ الوقت أمام الكونغرس لتجنب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية بحلول نهاية الشهر الجاري تلك المساودة تضمن بقاء المؤسسات الحكومية مفتوحة حتى السابع عشر من نوفمبر لكن حتى الآن لم ترد أي مؤشرات على أن الجمهوريين في مجلس النواب المنقاسمين فيما بينهم والذين يقفون وراء الخلاف المرتبط بالتمويل الحكومية سيعتمدون المقترح في حال أقره مجلس الشيوخ أسن اليهات في حالة عدم توصل اتفاق متعددة أبرزها الاستغناء مؤقتا عن مئة ألاف الموظفين الفيدراليين ما يقلص بالتالي مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية ويمكن أن يعني ذلك القطاع الدفعات التي يحصل عليها الأشخاص الذين يعتمدون على الإعانات وطبط أعمليات تشغيل المطارات ما سيؤثر على خطة صفر الملايين وحتى ولو أقر مجلس الشيوخ المقترح سريعا يستبعد بأن يتمكن مجلس النواب من التحرك بالسرعة الكافية لتجنب شلل المؤسسات العامة وإن كان قصيرا ويأتي احتمال عدم تمكن أكبر اقتصاد في العالم من وضع ميزانية حكومية بعد أربعة أشهر على اقتراب واشنطن بشكل خطر من احتمال تخلفها عن سداد ديونها بسبب خلافات سياسية ما كان سيتسبب في تدعيات كارثية تتجاوز الاقتصاد الأمريكي أظهر مسح أجراه مع عبد إيفو الاقتصادي الألماني عن عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا ارتفع لأول مرة منذ عام في سبتمبر ما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف الاثنين في المائة في الأشهر المقبلة كانت بيانات مكتب الإحصال التحدي قد أظهرت أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنصقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قد ارتفعت بنسبة أربعة وثلاثة من عشر في المائة على أساس سنوي في سبتمبر بعد أن بلغت نحو ستة واربعة من عشر في المائة في أغسطس أظهرت أرقام مكتب الإحصال الوطني في بريطانيا ارتفاع عن نتج المحلي الإجمالي للبلاد في الرابع الثاني من عام الفين وثلاثة وعشرين بنسبة iki من عشر في المائة في الربع السابق وانما الاقتصاد كله في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 21.8% عما كان عليه في الربع الاخير من عام 2019 وهو اخر ربع كامل قبل بدء جاء حتى كورونا اظهرت بيانات الحكومية ان معدل البطالة في اليابان استقر عند 2.7% في اغسطس مقارنة مع الشهر السابق ياتي معدل البطالة في ضوء العوامل الموسمية بالمقارنة مع متوسط توقعات اقتصاديين عند 2.6% تتجه اسعار النفط لتسجيل مكسب نسبوعي بنحو 2% بعد ارتفاعها خلال تعاملات اليوم حيث اثرت طلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة تقع على اثر توقعات الزيادات المحتملة في الامدادات من السعودية وعصعدت العقود الاجراء لخام القياس الأوروبي مزيج برينت لشهر نوفمبر 5 سنتات الى 95.340 من 100 دولار لبرميل وزاد الخام الأمريكي 16 سنت الى 91.87 من 100 دولار لبرميل و الى برصة اليابان حيث انهى المؤشر نيكاي اخر جلس التداول على تراجع ليسجل بذلك اسوأ اداء فصلي منذ منتصف 2022 مع تراجع اسم شركات الشحن والطاقة وهبط نيكاي بالنسبة 5 من 100% مما وصل بخسائر المؤشر الاسبوعية الى 61.8% اما المؤشر طابكس الاوسع نطاقا والذي لا يركز بذات القدر على اسهم شركات التكنولوجيا فقط تراجع بنسبة 92 من 100% لليوم و 22 من 100% للاسبوع ارتفعت الاسهم الاوروبية مدعومة بمكاسب اسهم السلع الفاخرة في حين يترقب المتثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية مع اقتراب نهاية الربع عام صعب وصعد المؤشر ستوكس 200 الاوروبي بنسبة 6 من 10% ويتجه المؤشر ستوكس 200 الى انهاء الربع الثالث من العام بانخفاض بنسبة 2 و 3 من 10% اعلنت وزارة الخارجية الصينية انه سيتم اجراء حوار مالي رفيع المستوى بين الصين والمانيا في اول شهر اكتوبر المقبل وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينج ان عضو المكتب السياسي للاجنة المركزية الحزب الشيعي الصيني هي لايفينج نائب رئيس الوزراء بمجلس الدولة سيرأس الجانب الصيني في هذا الحوار وانه سيشارك في رئاسة الحوار مع وزير المالية الالماني كريستيان ليندر الذي سيرأس الجانب الالماني في الحوار قال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين انه ملتزم بتحويل البلاد الى وجهة رئيسية للتطمال الاجنبي بطرق من بينها السعي لابرام المزيد من اتفاقات التجارة الحرة والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية والعادية وشدد سريتا على ان سياسة بلاده الخارجية ستكون محايدة ولن تنحاز الى جانب الولايات المتحدة او الصين مضيفا ان اليابان قوة عظمى وطايلاند ملتزمة انتجاهها بسبب تاريخية طويل كاكبر متثمر في البلاد اعنات الحكومة البرازيلية ارسال مساعدات طارئة الى ولاية امازوناس حيث يمتد جزء من اكبر غابة استوائية في العالم لمواجهة موجة جفاف شديد وحذر الدفاع المدني في امازوناس من الوضع قضية طفاقا في الاشهر المقبلة مع طور امطار اقل من المعتاد ما سيؤثر في نحو 500 الف شخص بحلول لنهاية العام وصلنا الى ختام نشرتنا الاقتصادية المفصلة بكت تذكرة بابرز ما جاء فيها وزارة الزراعة تؤكد سعي الدولة لتوفير السلع الاستراتيجي للمواطنين وتحقيق الاقتفاق الذاتي من السلع الاساسية والادارة الامريكية تبلغ عاملين لديها بألاق وشيك من شأنه تعط الملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين اسعار النفط ترتفع خلال التعاملات وتتجه لتحقيق مكاسب اسبوعية بدعم الطلب خلال عطلة صينية وشح الامدادات الامريكية انتهت نشرتنا دمتم في امن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة